هي قصة عبدالفتاح السيسي في الحياة إنه إنسان عديم المعرفة عديم الموهبة عديم الكارزمة ولكنه يتخذ قرارات خاطئة بيثبت فشلها يوم بعد الآخر في قطاعات مختلفة بالمناسبة جماعة يعني ده أحد القطاعات اللي يفترض أن يحاكم بمجابها سيء الذكر عبدالفتاح السيسي لو أن هناك دولة محترمة وهناك دولة قانون وسيادة للقانون وهناك برلمان يتحدث وإعلام مصري من الداخل وطني يتحدث باسم المواطن صرفيا كان المفترض رئيس الجمهورية يتحاسب على ده ليه؟ لأنه ملف مين اللي صمم على زيادة الإنتاج في حقل ظهر هيطلع مسؤولين والله وزير البترول لا يا باش أنا مليش دعوة رئيس الوزراء لا يا بي أنا مليش دعوة ده رئيس الجمهورية تعال يا رئيس الدولة تتحاكم ليه؟ لأنك أفقدت مصر مورد من مواردها أولا للعملة الصعبة ثانيا للطاقة ثالثا لفكرة الصادرات وفكرة أننا نقوم بتطوير مصر في قطاع التصدير اشتركوا في القناة